أشهد سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء هيئة أسواق المال الأمر الذي يعزز ثقة بالاقتصاد الكويتي ويدعم مسيرة التنمية لخلق بيئة عمل اقتصادية واستثمارية تنفسية لتعزيز مكانة الكويت دوليا إشادة سموه جاءت خلال استقباله بقصر بيان صباح اليوم وزير التجارة والصناع وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرودان ورئيس وأعضاء مجلس مفاوضي هيئة أسواق المال حيث قدموا لسموه التقرير السنوي التاسع للهيئة وإنجازاتها للسنة المالية 2019-2020 وتمنى سموه لهم كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته وتحقيق المزيد من الإنجازات المنشودة